ثانياً مدرسة العلاقات الإنسانية وتتمثل بتقارب إلتون مايو التي امتدت من عام 1927 إلى عام 1932 وركزت على الاهتمام بسلوك المرؤوسين واتجاهتهم النفسية كبشر ويدرك أهمية إشباع الحاجات النفسية والاجتماعية مما يحفظهم على تقديم إنتاجية عالية طبعاً تقارب إلتون مايو بدأت في بداية عملها بالتركيز على ظروف العمل المادية والفيزيولوجيا بمعنى أنه كانت تنتمي إلى المدرسة الأولى المدرسة العلمية وكان يدرس إلى أي مدى الظروف المادية والظروف الفيزيولوجيا المصاحبة للعمل ومدى تأثيرها على العمل فكان يدرس الإضاءة والرطوبة والحرارة وسعة المكان ويدرس التأثير على الإنتاجية وعلى العمل وقد برضو في بداية هذه التقارب بأنه الإنسان كلما كان الحرارة عالية تلعف إنتاجيته كلما كان الجو يعني لطيف كلما كانت إنتاجيته عالية كلما كان سعة المكان كبيرة تنعكس على نسيته بشكل إيجابي حتى وإن لم يستخدم الموظف كل هذا المكان يعني الإنسان ينتج حاجته للحركة للعمل إلى مترين لكن لو وضعته في الستمتر ينتج أكثر وهكذا في الأخير توصل بأن هناك عوامل مؤثرة على الإنتاجة لا تنتمي إلى العوامل المادية والفيزيولوجية وهي الجانب المعنوي والجانب الاجتماعي والجانب النفسي فوقت بأن العلاقة والصداقة بين أفراد العمل نفسه تؤثر على الإنتاجة لاحظوا أن هذه التقارب اللي استمرت حوالي سنوات تمت في مصانع النسيق ومصانع النسيق عادة أو أغلى من يعمل في مثل هذه المصانع هم من الإناء فوقت أنه يحدث تضامر غير معلن بين القرب أو المجموعة اللي بينهم صداقة معينة وينتقوا إنتاجها عالية حتى لا يفصل أحد منهم برضه وقد أنه نقص الإنتاج والحالة المعنية وحل المشكلات يمكن أن تعالق من الجانب العلاقات الإنسانية وقال بأنه عندما الموظف يكون له دور في الاختيار المشرف يعني الإشراف الإداري وأسلوب القيادة يعني يؤثر في إنتاجية العمل فكانوا يعطوا فرصة للعمال والموظفين أنه يرشحوا واحد من الإداريين أو من المشرفين من بين ثلاثة مشرفين على سبيل المثال تختارهم الإدارة واللي ينطلق عليهم العمل نفسه وبالتالي صارت مسألة يعني اختيار المشرف مناصفة ما بين الإدارة وما بين الموظفين والعمال برضه تخفيف ضغوط العمل بمعنى أنه إعطاء وقت راحة للعمال خمس دقاق بعد كل ساعة وقدوا بأنه العمل يستاعد نشاطه وترتفع إنتاجيته بشكل غير عادي إذن الصداقة المشاركة في اتخاذ القرار الحافظ الاقتصادي لا يمثل عند إلتون مايو يعني القوة الدافعة الوحيدة وإنما أعطاء القوة الأساسية والمرتبة الأولى للجانب النفسي والاجتماعي وبالتالي يعني نخرج من هذه التقارب أنه المشاركة في اتخاذ القرار المساهمة العامل يعني يعطى فرصة للعامل أن يختار المشرف وأسلوب القيادة اللي تشرف عليه تخفيف ضغوط العمل على العامل التركيز على الصداقة والتعاون بمعنى أنه ممكن أنت ترشح شخص معين لأداء عمل معين وقل له خذ لك ثلاثة من زملائك على أساس يعني ينجب مثل هذا العمل أعطيتنا فرصة على أساس أنه يختار الناس اللي يشعر بودة معهم وبالتالي سيقدم العمل على أكمل وك وبالتالي ستضمن كمسؤول أنه يتحقق العمل من خلال إتاحة مثل هذه الفرصة أنه الشخص المكلف بالعمل أنه يختار الشخص اللي ينسجم معهم أو يرتاح لهم برضو يعني من أهم أفكار هذه النظرية أنه الحافز المادي كما قالت المدرسة العلمية الإلمية لا يمثل القوة الدافعة الوحيدة يلاحظ برضو أنه هذه النظرية حولت التفتيش إلى مفهوم الإشراف التفتيش هو سمة من سمة المدرسة العلمية المدرسة الأولى أما مفهوم الإشراف بمعاناة أنه الاثنين حريصاً على العمل الشخص المشرف أو المدير والموظف أو العامل إذن تطور مسألة التعاول بين الموظف والمشرف والعامل وتحولت من أسلوب التفتيش إلى أسلوب أو مفهوم الإشراف برضو سادت الممارسات الدمقراطية وعطاء المعلمين مزيداً من الحرية والتوجه نحو اللامركزية لاحظوا أن المدرسة العلمية ركزت على المركزية سوى كان عند تيلر أو كان عند فايل أو عند ماكس فيبر يعني كلهم قالوا بالمركزية واعتبروها الأساس اللي يضمن إنجاز العمل لكن في هذه المدرسة ركزت على اللامركزية وبالتالي نتيجة طبيعية تفويض صلاحيات اتخاذ القرار يعني كثير من سلطات اتخاذ القرار اللي كانت عند الإدارة فوضت إلى الموظف والعامل اللي يمارس على أرض الواقع لضمان إنجاز العمل لكن عندما كانت الصلاحيات مناطبة بالأدارين كان يتعطل العمل ويتم الانتظار حتى يقول المسؤول رأيه أو يتخذ قراره في مسألة معينة أخيرا المشاركة في اتخاذ القرارات المهمة إذن هي إنجازات حققتها هذه المدرسة وخرقت بأفكار ساعدت على تطور الفكر الإداري سوى كان عن مستوى الإدارة العامة أو عن مستوى إدارة العمل أو عن مستوى الإدارة التعليمية النقد الموجه لهذه النظرية للاتقاه الثاني أو مدرسة العلاقة الإنسانية أنها ركزت على جانب وحيد وهو العنصر البشري والمبالغة فيه إلى درجة أنه طالبت حقوق للعمال ونست أو أغفلت بأن التنظيمة تجبت على أساس تحقق مهام وأعمال معينة إذن المبالغة في الاهتمام بالعنصر البشري تحميل العلاقات الإنسانية دورا أكبر مما ينبغي بمعنى أنها غفلت جانب التنظيم ولم تتطرق إلى إهلام قريب ولا إن بعيد المدرسة الثالثة والاتقاه الثالثة هي المدرسة السلوكية في الإدارة لاحظوا أن هذه المدرسة سبقتها مدرستان المدرسة العلمية التي ركزت على الحوافز المادية وظروف العمل وعلى المبادئ الإدارية وعلى المركزية والمدرسة الثانية التي ركزت على العلاقة الإنسانية المدرسة أغفلت العلاقة الإنسانية والمدرسة الثانية والمدرسة الثانية أغفلت جانب التنظيم ومطلبات التنظيم هذه المدرسة السلوكية جمعت من المبادئ الكلاسيكية ومبادئ مدرسة العلاقة الإنسانية ركزت على محورين أساسياً هما الاهتمام بالقوانب الإنسان والعلاقات الاجتماعية لدى العاملين وركزت في نفس الوقت بالعمل والقوانب التنظيمية بالمؤسسة وقالت أنه عند اهتمامها بالقوانب الإنسانية والجانب الاجتماعي ربطته بمطلبات التنظيم ومطلبات تنفيذ العمل نفسه وبالتالي ضمنت أنه يتحقق العمل من خلال تحقيق الاحتياجات النفسية والاحتياجات الاجتماعية للموظف رواد هذه المدرسة المدرسات السلوكية نركز على كريس آر كريس إبراهيم ماسلو دوغلاس ماك ماغريغر الذين اهتموا بحاجات الموظفين لدفعهم لمزيد من الانتاج وحتى الإدارين على تقديم مكافآت تسد حاجات الموظفين وتدفعهم للعمل طيب الإدارة المدرسية والإدارة التعليمية في ضوى هذه النظرية الإدارة المدرسية مطالبة أن تتعرف على محفزات السلوك الوظيفي للمعلمين تعلم طرق حديثة التعامل مع الطلبة التعاون مع إدارة المدرسة هذه الأفكار ممكن أن نخرج فيها وتستفيد منها الإدارة المدرسة والإدارة التعليمية في تطوير العمل الإداري وإدارة المدرسة تعني بأهمية جانبي العمل الاهتمام بالمعلمين والاهتمام بتحقيق أهداف المدرسة وكلهما مهم للعمل الإداري المدرسي